اهلا وسهلا بكم مرة تاني في هذا الدرس سنبدأ نتعلم على المتغير بوليان بوليان فاريبل خلينا نبدأ ونتعلم كيف نستخدمه في برنامج عن ريال انجين خلينا نجعله الكلتن تيرد بورسون بلو برينت ونفتح الشخصية تبيتنا لما نفتح مفتح على افنت غراف خلينا نجعله منطقة فاضي هون ونقرب في المنطقة هاي خلينا الان نبدأ نستخدم شوية متغيرات ونودز نقدر نفهم فيها البوليان اول شي خلينا نضيف متغير ونسميه اكزامبل بوليان ممتاز اذا ما عندك القيمة هنا بوليان اختار بوليان اول واحد فوق الان بليز كومبايل دس بلو برينت ضغطنا كومبايل اعطاني اياها تمام الان بدنا نستخدم كمان شغلة الان لاحظ انا عندي هون مكتوب fps اللي هي كم شاشة اذا ما هي موجودة عندك تضغط على شو fps بيطلع لك على اليمين مكتوب بكتوب لك كم شاشة في الثاني بتيجي قدامك ممتاز طيب ايش منسوي بنستخدم اللي هي كل فريم بدنا يكتب شغلة على الشاشة او ينفذ امر ستين مرة في الثانية زي ما كان مكتوب هناك طيب ايش منسوي ممتاز اللي احنا بدنا اياها هاي انه كل ثانية بدناك تعطي الامر هات ستين مرة طيب ايش بنعمل بنسحب اللي نسحب الامر بالبوليون ونعمل له get ممتاز خليني اطفي انا هاي طيب الان بدي اسحب كمان بدي اضيفي branch node branch branch node اللي هي في عندها امر true و false يعني بتعطي صح وخطأ اذا هذا الامر اللي هون صحيح علي علامة صح نفذ هاي اذا هذا الامر ما علي علامة صح نفذ هاي طيب انا كيف بقدر اضيفي branch عندي عدة طرق بكتوب branch لاحظ الان موجودة تحت هون وممكن انا كمان اسوي طريقة ثاني اكتب F ولاحظ اعطاني branch طيب ايش في عندنا كمان طريقة في عندنا كمان طريقة بضغط على حرف ال B على الكيبورد بضني ضغط عليه وبضغط left click على الماوس بيعطيني اياها ممتاز جدا طيب الان كمان انا بقدر اوصل لاحظ هاي النقطة اللي هون هون ها احمر وهي النقطة احمر فانا بقدر اوصل من بوليان لبوليان بقدر يوخذها بدون ما يحول الصيغة وبهاي الطريقة القيمة الموجودة جوه example ما موجودة هون بسير موجودة بهذه المنطقة فبنقل القيمة من example boolean لل condition طيب لو حطينا الصح راح يسيني ننفذ الامر اللي فوق طيب انا كيف بدي اعرف انه بقرأ هاي ولا لا خلني قول له print string طيب انا بدي لما يكون علامتها اي قيمتها اللي هون صحيحة ان يكتب لي على الشاشة true وبدي لما يكون ما في علامة صح يكتب لي false بكتب كمان print string وبقول false ممتاز جدا جدا طيب الان لو انا شغلت اللعبة في علامة صح اذا راح يمشي الامر بهذه الاتجاه يتأكد هاي القيمة اللي هون صح او خطأ بعدين ينفذ ل true خلينا نسوي compile save ونشوف الشاشة لاحظ كلمة true قاعد تنطبع خلينا نعطي هاي من هون نشوف لاحظ كيف بتصير قاعدة معانا ممتاز جدا طب لو انا حطيت هاي false هون لازم يتأكد انها false بعدين راح يجي لتحت نجرب مرة تانية لاحظ بكتب لي false وقاعد بنفذ الامر اللي تحت تمام الان سوينا الايفن تيك وسوينا branch node وتحققنا من المتغير انه قيمة صح او خطأ طب بنا نعمل كمان شغلة اضافية خلينا نسوي لما اضغط بالماوس خلينا اكتب انا هون left mouse button بديها لما اضغط بالماوس ينفذ امر طب هاي الزر الاول هون هو pressed والتاني release لما اضغط وهون لما اترك الضغطة طب لما اضغط شو بديها نسوي خلنا نقول له branch كمان ممتاز خلينا اجيب example boolean بدل ما اعمله get to set ممكن اجي اضغط اقشر هون على طول لاحظ لما اقشر بعط علامة صح انه بيقبلها لاحظت ليها على طول بصيغة get ممتاز جدا طب انا يبدي اياه لما يصير true شو بدي اياه يعمل بدي اياه اذنه هذه القيمة الصحيحة بدي اياه يغيرها لغير صحيحة بضغط هون وبجيب set وبوصلها هون تمام اذا القيمة هاي صحيحة بدي اياه يحولها غير صحيحة ممتاز وانا هون لازم عكس بعض وهون بحط set واذا القيمة هاي خطأ حولها صحيحة يعني لما اضغط في الماوس خليها غير صحيحة ولما اترك الماوس خليها صحيحة ممتاز تمام اذا انا مو ضغط ممتاز خلينا نجرب الان لاحظوا القيمة اللي على الشاشة true خلينا اضغط في الماوس لاحظوا قيمة صارت false دركت الماوس لاحظ انا بس اضغط لما اصير اضغط بيضل ينفذ الامر false true false true ممتاز جدا طيب الآن طب خلينا نجرب انغير هاي انغير هاي انغير هاي انغير هاي انغير هاي ليش لانه القيمة اصلا هون موجودة false وبعدين قاعد انا برجع مرة تانية بتركها على false فما بيلحق اياها شوف لي اياها نشوف مرة تانية لاحظ هو قاعد بحط كل اشي false لما بضغط false هي اصلا غير صحيحة فليش اوه بده يحول من صحيح غير صحيح لغير صحيح طيب ممتاز جدا جدا نشوف مرة تانية perfect false true بظل احول في بينهم على الموجود طيب الآن هيك احنا سوينا الاكزام بالبوليان وقعدنا نحاوله واحنا بنضغط على الزر في الماوس طيب ايش ننتعلم كمان بننتعلم شغلة اسمها and بس خليني بغير ما نحوطها نسحبها من هون السحب نكتب and طلع لاحظ هون مكتوب and boolean and boolean ممتاز ايش فكرة ال and boolean انا بدي افصل الخط اللي انا موجود فوق بضغط على alt على الكيبورد وباجي على النقطة وبضغط هون فصلت الخط وأنا ضغط alt بقدر افصل اي خط اذا بضغط alt وبضغط عليه الواجهة الموجودة ممتاز طيب خلينا نشرح الان النقط and هاي اللي هي موجودة طيب ايش اللي بدو سير بنوصل هاي هون الان بنقول اذا القيمتين هادولة الثنتين الموجودات هون ثنتين صح بتنفذلي الامر true اذا الثنتين غلط تنفذ الامر true اذا واحدة صح وواحدة غلط بتنفذ الامر false يعني لازم التنتين يكونوا متطابقات لاحظ انت انا عندي هون true وهون false فهم التنتين مش زي بعض فاذا مش زي بعض رح ينفذ false خلينا نشوف شو رح يطبع على الشاشة شغل طبع false طيب خلينا الان انا احط علامة صح هون وهي البولين اصل عليها صح خلينا نشوف رح يطبع true طيب خلينا افصل انا هاي هون وورجيك الان هاي تنتين واحدة متغيرات رح يطبع false لانه تنتين غير متطابقات false احط تنتين صح رح يطبع true ممتاز لكن انت في الاصل بكون عندك مثلا شرطين او ثلاث شروط او اربع شروط ممكن يكون عندك اربع شروط لازم يكونوا كلهم متوفرين حتى انافذ الامر اللي فوق طيب ممتاز جدا جدا طبع انت ممكن تسوي هاي انه عدة بوليانز موجودة هون لكن النود انت هاي النود تختصر عليك بدل ما تضلك تكتب 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 بتوصلهم وخلص بخلص لك الموضوع طيب خلنمسح and ونجيب نود تاني اللي هي or or boolean ممتاز الان في or هاي اذا اي وحدة من القيم الموجودة هون الصحيحة هاي example boolean عليها علامة صح اي وحدة صحيحة رح ينفذ الامر true خلينا نشوف play لاحظ الامر true اذا كلياتهم صحيحات رح ينفذ الامر true طب اذا كلهم غلط رح ينفذ الامر false ممتاز يعني بدنا وحدة صح بس عشان نفذ الامر true اذا توفرت اي وحدة من هدول الاوامر نفذ لي الامر true ممتاز طيب الان تعلمنا على or and خلينا نتعلم على واحدة تانية not boolean not boolean not boolean اللي هي ايش بيسوي بعكس الامر الموجود هون يعني الان قيمة example boolean عليها false ما في علامة صح خلينا نجرب انا هون لما حطتها ما في هو اجع عكسها وخلاها true خلينا نشوف لاحظ صارت true الان لو انا حطيت عليها علامة صح رح ليها ترد false معانا هي صح لكن هيجي يوخذها ويشيل عنها العلامة يعكسها ويروح ينفذ شوف صارت false ممتاز جدا 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 تعلمنا هيك or and not خلينا نتعلم كمان شغلة اللي هي equal equal لو انا ضغطت انتين equal اللي هي ال equal هاي الان لازم تكون القيمتين هادول متطابقة زي بعض يعني لاحظ انا حسا شلت هاي اللي هون لازم يكون القيمتين فاضيات اذا هاي القيمة والقيمة التانية اللي تحتها متطابقة نفذ true الان انا حطيت هاي فارغة false والقيمة اللي تحتها false رح ينفذ true خلينا نشوف true ممتاز جدا طيب لو انا حطيت واحدة true ووحدة false الان مش متطابقة اذا false طيب الان كمان بدي اقول لك الشغلة طالما احنا اضفنا ال equal هاي كمان هاي اصلا هي boolean فممكن انا ورجيك الشغلة لاحظ لما انا فاصلتها طفت مطفيات بس اوصل بتصير حمرة ولو انا جبت اي متغير اخر float مثلا وحطته هون وفاصل هاي ووصلتها لهون لاحظ صارو التنتين خضر الان هادي المتغير او النود هاي اللي هي equal لما حطت تنتين هاي هاي لحظ مطفيات ايش الفكرة بوخذ نوع المتغير اللي داخل وبيطبق التاني زيه طيب انا ايش ممكن اسوي خلنا نجيبوها لهون شوي نتعلم هاي النود هاي مفيدة جدا لو ضغط عليها انا right click وبقدر اختار ايش النوع اللي بدي اياه لو انا بديها انتجر لاحظ حطيها انتجر بدي اياها boolean victor لاحظ لا بس خلنا نسوي undo undo نعمل convert بديها boolean لاحظ صارت كلياتها boolean لو انا بدي اياها convert مثلا لname لاحظ حطت اثنين name وطبعا انت لاحظت قبل شوي انه ممكن تتغير لreset هون بتقدر تتغير لما حطينا قبل شوي احنا انتجر قدرنا نغير كمان في حالات تقدر تقارن انتجر بي فيكتور باشياء ثانية هذه حالات خاصة لكن في العموم هو رح يوخد نوعين في ال equal اذا هدول الاثنين متطابقين هذا الشرط بتحقق بنفذ true اذا هدول القيمتين يعني خلنا ناخد مثال كمبايل لاحظ هذا المتغير اللي float قيمته صفة صفر وهون صفر صفر لو انا سويت الان تشغيل لازم يطبع true خلينا نشوف لاحظ اخد true طيب قيمة اللي هون خلينا نحطها ثلاثة كمبايل الان ثلاثة ما لا تساوي صفر اذا رح يطبع false فانت كمان لساتك في الشرط اللي هو true و false لكن انت استخدمت نوع اخر من المتغيرات ممتاز جدا 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 احنا هيك بكون احنا خلصنا درس ال boolean boolean variable انت الان تعلمت كثير كيف تستخدم المتغيرات وكيف تعملها set to get وتعلمت كيف تقارنها ببعض بعضها سواء بانها تستخدم ال or او ال and او ال not او حتى ال equal وبعدين تطهع الشاشة او تنفذ بالاصح هي بعدين انت ما تستخدم print string هتصير تنفذ اوامر ثانية ممكن تحط اي امر اخر هون انت انت اذا صار مثلا عندك الامر هذا صحيح نفذ اتصل مع شيء معين اخر ونفذه ممتاز جدا بشوفك في الدرس اللي بعده في امان الله مع السلامة اشتركوا في القناة